السلام عليكم كيف حلمكم السرقين ومزم عندنا فيديو جيما سلسل تاريخ اللاعبين في الالتنامت تيم وعننا بهاي الحلقة اللعب المهاجم الاسباني فرناندو توريس او الملقب يعني بنينو توريس طبعا اكتر تعليق يعني اجت عليه لايكات كان عن هاد اللعب فاتمنى انكم تكتبو لي تحت في الكومنت لعب اللي تريدون انو تجيبوه في الحلقة الجاي طبعا تنويه بسيط انو تحت في الديسكريبشن في رابط للسلسلة شيك عليه وتأكد انو اللاعب اللي رح تكتبوه مو موجود بالسلسلة لانو الصراحة نزلنا حلقات كتير من هاي السلسلة فيلا خلينا نبدأ على طول من اللاعب فرناندو توريس من لعبة فيفا عشر ومتل ما انت شايفين بطاقته العادية الريتنج فيها 89 الصراحة كانت بطاقة جدا خرافية مع نادي ليبربول او نادي الريتز يعني فعن الريتنج 89 عن اقل طاقة السرعة 93 لدريبلينج 86 الشوت 85 والهيد 82 صراحة كانت بطاقة جدا خرافية بالنسبة لفرناندو توريس عنده 89 وطبعا نزلت لبطاقة فيها 92 فبطاقة اسطورية اكتر يعني من البطاقة التانية بشكل كبير فعن السرعة ارتفعت للأربعة وتسعين الشوتر تفعل 93 فيعتبر ارتفاع جدا خرافي والهيد 85 فيعتبر بطاقة جدا خرافية وتعتبر يعني افضل بطاقة بالنسبة لتوريس تقريبا يعني في فبطاقة الصراحة جدا خرافية فهذا يعني بالنسبة لعبة فيفا عشر ننتقل على فيفا 11 ومتل ما انت شايفين يعني لما نزلت لبطاقة واحدة بس فيها 86 مع ندي ليفربول ايضا فعننا يعني على طاقة الصراعة 88 والشوت 24 والهيد 82 صراحة معنو كانت بقدمة ده يعتبر كويس لكن ما نزلت لبطاقة واحدة بس يعني هذا بالنسبة لعبة فيفا 11 ننتقل على فيفا 12 ومتل ما انت شايفين قدامكم متع لنادي يعني الانجليزي من نادي ليفربول الى نادي تشيلسي فعننا على يعني البطاقة العادية فيها 86 فعننا على طاقة يعني اللي هي الشوت او عفوا السرعة 86 وعننا الشوت 84 لـ 83 الصراحة يعني لعب جدا ممتاز وطاقات جدا ممتازة بالنسبة لتوريس آآ نزلت لبطاقة فيها 87 فعننا على طاقة 88 صراعة 87 والهيد 79 تضل على حاله فيعني البطاقة ايضا تتبر جدا كويسة ونزلت لبطاقة فيها 88 فصراحة بطاقة جدا ممتازة يعني عند الشوت 90 الصراعة 88 والهيد 79 الباصات 73 الصراحة يعني بتعتبر بطاقات جدا ممتازة بالنسبة لفرناندو طريس فهذا يعني بالنسبة لفيفا اتناعش ننتقل على فيفا تلتعاش متل ما انتم شايفين قدامكم بطاقة العادية فيها 85 فعننا على طاقة يعني اللي هي السرعة 83 لـ 83 الشوت 89 الهيد 77 والباصات 70 يعني بتاقة تعتبر طاقتها كويسة الصراحة يعني بالنسبة لبطاقة عادية آآ نزلت لبطاقة فيها 86 فعننا على طاقة يعني اللي هي السرعة 84 الشوت 84 ايضا 84 في الصراحة بطاقة تعتبر ايضا جدا ممتازة بطاقة ايضا يعني تعتبر جدا كويسة صح انه يعني السرعة مو ذاك الزود لكنها تعتبر كويسة 85 يعني تعتبر جيدة جدا بالنسبة للاعب مهاجم فعننا السرعة 85 85 الشوت 86 الهيد 79 والباصات 73 فيعني بطاقة جدا ممتازة صراحة بلابت فيفا 13 نتقل على فيفا 14 ومتل ما ان شايفين يعني بطاقتها العادية نزلت لها 82 فعننا السرعة 77 خفضت يعني اكتر شيء خفض وعن الهيد 75 والباصات 70 صراحة يعني بطاقة تعتبر كويسة كبطاقة عادية ونزلت بطاقة او كأس العالم يعني معنا المنتخب الاسباني فعن الرايتنج 82 لكا فيه تغير في الطاقات فعن السرعة يعني ارتفعت الثمانين الدربل تضل على حاله والشوت انخفض للثمانين الباصات اتخفضت والهيد ضل على حاله فيعني بطاقة ايضا تعتبر كويسة نوعا ما طبعا نزلت لها بطاقة سوق الانتقالات لما انتقل من نادي نادي تشيلسي الى نادي اسي ميلان ما تختلف اي شيء طبعا عن البطاقة العادية بس انها بطاقة سوق الانتقالات فهذا يعني بالنسبة للاعبة فيفا 14 ننتقل على الفيفا 15 ومثل ما انتشايفين بطاقته العادية نزلله الرايتنج 81 فعن اعلى طاقة يعني دربل 80 السرعة 79 الشوت 79 باصات 72 والفيزيكال 70 بطاقة يعني تعتبر بطاقة عادية نوعا ما نزلت لبطاقة سوق الانتقالات يعني لما انتقل من نادي اسي ميلان الى نادي اتليتكو مدريد الاسباني واللي لغاية الان يعني يلعب معو فعنه يعني عنده الدابل 80 والطاقة ايضا كلها يعني طبعا مثل البطاقة العادية ما تختلف عن اي شيء فهذا يعني بالنسبة للاعبة فيفا 15 ننتقل على الفيفا 16 ومثل ما انتشايفين بطاقته العادية نزل له الرايتنج 79 فهي تبعا خفض اكتر بالرايتنج فعن يعني الطاقات ما في اي طاقة عادة 80 ولا طاقة عنده اللي هي السرع يعني والدربل والشاط لثلاثة 78 وعن البطاقة الفيزيكال الاثنين سبعين بطاقة تعتبر عادية جدا الصراحة نزلت له بطاقة اساطير اليورو مع المتخب الاسباني طبعا الرايتنج فيها ايضا 80 فهي البطاقة يعني تعتبر بطاقة جدا خرافية وملابت فيفا 16 يعني تقريبا ملابت فيفا 12 ما نزلت له بطاقة مثل هاية بطاقة فيها سرع وفيها الطاقات كانت بطاقة جدا متازلة لما نزلت له فعن السرعة 90 للادربل 87 الشوت 89 الفيزيكل 76 الباصات 74 بطاقة جدا خرافية الصراحة بالنسبة لتوريس يعني اللي جربها فيعني هذا بالنسبة لها بتفيفا 16 ننتقل للفيفا 17 ومكما ان شايفين قدامكم لغاية الان ما نزل الى بطاقة واحدة بس ريتنج فيها 81 يعني ارتفعت عن السنة الماضية طاقته كانت 79 الان 81 فايضا يعني ما في اي طاقة لو وصلت لل 80 فعن اعلى طاقة طبعا لدربل 79 الشوت 78 السرعة 77 الباصات 71 الفيزيكل 70 فصراح يعني بطاقة تعتبر بطاقة كويسة نوعا ما فهذا كان بنسبة لبطاقات فرناندو توريس في الالتيمت تيم فباش وكسنا لهذا الفيديو اتمنى ان الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم فيديو لا تحرموا لي من زر اللايك واشترك بالقناة اذا ما كنت من اشترك واتمنى تكتبلي تحت في الكومنت اللعب لتريد ان اجيبها بالحطة الجاية فبس هذا اللي كان عندي اليوم اشكو على الخير في ديار جاية في امان الله